طبقا أنا أروح ألاقي أيها مثلا عايز أروح ألاقي لحمة ألاقي فراخ ألاقي زيت ألاقي رز سكر مكارونا منتجات ألبان إذا موجود أو ألبان ومنتجاتها من أجبان وخلافه وطبعا زي ما حياتك قلت كده حاجة رمضان كل ده ألاقيه في أهل الرمضان؟ كل ده موجود في المجمع المجمع مالياه لكله الساعة الأساسية أهل الرمضان كفت لازم أنا أستقطب المستهلك اللي بيروح الهايبر ويروح للملاكز الخارجية لازم أجيبه عندي في الملاكز المتخصصة بتاعة شركة المواصلة لك لا بطريقة أو بأخرى أعرض له كل حاجة اللي هو محتاجها اللي يميش بأنا جايب الكاجو جايب البلح جايب الزبيب وجايب أمر دي لازم أوصل للمستهلك زي ما هو عايز بأعرض لكفة طوقف الشعب بأسعار متفاوتة بقى من 20.000 على السوق الخارجي كاجو في الجمعية عندنا كاجو في الجمعية كل استنوحك طيب وسعره أكيد بقى أقل برضو من السوق ولا بيعتبر ان ده سلعة برضو رفعية شوية أقل من السوق بكتير لازم العشرين متهديفين اللي يميقول لنا جايبينه عايزة أقول لك ده سعر التكلفة بتاعه مفيش حاجة اسمها سعر وكانت تعليمات للصدرة خلال التلات وشهر اللي فاته مفيش حاجة اسمها مش ربحة أو لازم سعر التكلفة وإحنا كده كده نحن شنك عرضه أمر الدين موجود 40 جليه و45 جليه أصناف ولازم يجيب سيح حاجة على جودة ولازم يجيب حاجة يعني على مستوى فموجود بالكافة الأصعى طيب كويس راحاتك ذكرت كنت في البداية خالص قلت ما ينفعش يتيجي الناس تقول لك آه ده الفرخة 65 ده هتلاقي مش عارف جودتها مش قد كده ده أصل صلاحيتها قربت تخلص ده أصل اللي هي الشائعات المنتج معادر رئيس الوزراء تم اعتماد في أول الشهر ده 250 ألف وطن أوكي ده على مدار السنة دل ما بيجوش مرة واحدة أنا لازم أحافظ على الصلاحية لازم أحافظ على الجودة عندي الفرخة مش معنا أن أنا تدخط هولول الفرخة المجمدة موجودة بـ 65 في المجمع كان سعر الدواجة الحية الغاية دلوقتي في السمت الحمد لله نزل دلوقتي 78 و 68 زي ما عملنا في طبق البيت المكان وصل برضو تدخل الدولة وجبنا وضبط الزراعة وإحنا جبنا من المنتج مباشرة من المزرعة كما تخفيضه في السوق البحر يعني أنا لو رحت نيلي المجمعات الاستهلاكية أو أهلا رمضان وما إلى ذلك ألاقي طبق البيت بكام؟ عندنا طبق البيت دلوقتي اللابيض بـ 100 جنيه بـ 100 عندنا الدواجة المجمدة بـ 65 جنيه بره 90 جنيه 65 جنيه هي وزنك كم أنا غلص أنا عالي لا كيلو كيلو لسعاد الدجالي ولازم يكون فيها صراحية ممتدة طبعا لأن أنا عندي صراحيات في التلاجات الخاصة فيها خمس ستة شهو ولابد من وجود الأرصيدة اللي مؤمنها داخل الدولة لخلال العاية ما جبتهاش عشان خاطر اتفاع الأسعار السوق المحلي لا ده أنا عندي أرصيدة ما جبتهاش مخصوص أستوى بعد الأقويل قالك احنا جبنا دواجن عشان نحل الأزمة لا 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 أنا بالفعل عندي الأرصيدة التالية في تونستان مؤمن في الشركة بصير اللي حمو الدواجن اتبع الشركة القبضة وأنا عندي فتلاجات خاصة في شركاتي في فتلاجة السراء